اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن مسيرة رياضة الهجن البحرينية تسير بخطأ ثابتة نحو المزيد من النجاحات والإنجازات الخارجية بعد أن سجلت ريادتها في المحافل الخارجية طوال الفترة الماضية سمو أكد أن ذلك يجسد الرعاية الفائقة التي تحظى بها الرياضة من لدن جلالة الملك المعظم والمساندة الدائمة من سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تسجيل انتصار جديد لرياضة الهجن البحرينية في المملكة العربية السعودية دلالته ماضيحة على مدى النجاحات التي تحققها هذه الرياضة العريقة وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن سعادته بفوز نهار بالمركز الأول ضمن منافسات كأس الاتحاد السعودي للهجن وسط مشاركة ومنافسة قوية من العديد من الدول وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن هذا الانتصار يأتي امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققتها هذه الرياضة في الفترة الماضية متمن ينسموه أن تتواصل النجاحات والإنجازات في الفترة القادمة وجاء فوز نهار بالمركز الأول في الشوط الثاني لفئة زمو المفتوح ضمن كأس الاتحاد السعودي للهجن بزمن وقدره 9 دقائق و32 ثانية شكرا 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 خزن شكرا 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 جزيلا